الاعتكاف سنة مؤكدة وهو للرجال والنساء وتحتكف المرأة بشرطين أن يأذن وليها وأن تأمن الفثنة منها وعليها والاعتكاف أفضل ما يكون في العشر الأواخر تحريا لهذه الليلة ويبطله أن يكون في غير مسجد فلا اعتكاف في استراحة ولا اعتكاف في البر ولا في خيمة ولا في مزرعة وإنما الاعتكاف في المساجد للرجل والمرأة تقول المرأة باعتكف في بيتي نقول لبيت اسمه محل الاعتكاف والاعتكاف لمن خرج لغير حاجث من معتكافه ولا يجوز في الاعتكاف أن يباشر أهله أي جامعهم فهذا من مبطلاته وليس الاعتكاف نزهة مع الربع والأصدقاء يروحون يعتكفون في مكة يكشت معهم لا الاعتكاف عبادة حقيقته خلوة بالله وأنس به وتذكر لوعده ووعيده وتعظيم لرجائه وحسن الظن به والاعتكاف لا يجب إلا بالنذر وهو سنة مؤكدة ويبدأ من فجري أقيل من ليلة 21 بعد المغرب إلى إنقضاء رمضان برؤية هلاله يوم التاسع والعشرين أو بإتمام رمضان ثلاثين يوما بغروب شمس بغروب شمس آخر أيام رمضان وكان النبي في حديث عائشة في الصحيحين يعتكف العشر الأواخر يوقظ أهله ويحيي ليله ويشد مئزرة كناية عن العبادة العظيمة وكفه عن إثيان أهله بالجماع ويدخل معتكفه بعدما يسلي الصبح ومعتكفه في المسجد إذن المسجد كله محل لذكر الله جلس في أوله ولا في آخره دل حديث الاعتكاف أنه يخل بربه ولا يبقى في مصلاه الذي صلى فيه